رؤية شخص يطلق الرصاص في المنام قد يصيب الحالم بالفزع والخوف وتفسير الأحلام أمر اجتهادي من المفسر قد يصيب فيه وقد يخطأ وفيما يلي ننقل أبرز تفسير الحالم إذا كان متزوجا ورأى في المنام أنه تمت شخصا يطلق عليه النار ويصيبه فقد يعني الحلم وجود العديد من المشاكل الأسرية وشعور الحالم بعدم الراحة والاتقاء بين الزوجين الفتاة العزباء إن رأت شخصا يطلق عليها النار ويصيبها قد يشير إلى مرور الفتاة بحالة نفسية سيئة وأنها تعاني من الضيق والقلق وعدم الاستقرار في حياتها مع الأسرة أما رؤية المتزوجة أن شخصا ما يطلق عليها النار في المنام ويصيبها فقد يشير إلى كثرة الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المرأة وشعورها بالضغط والضيق بسبب ذلك أما في حالة إذا كانت المرأة حامل ورأت في منامها أن شخص يطلق النار عليها ويصيبها فقد يشير هذا إلى الولادة السهلة وعدم التعرض لألام الوضع بشكل كبير ووجود من يدعم المرأة في مرحلة الحمل أما إذا رأى الحالم في المنام أن ما تسمى شخص يطلق عليه النار ومن ثم يصيبه في كتفه فالحلم قد يشير إلى وجود بعض الحاسدين في حياة الرأي فعليه الانتباه وأخذ الحيطة والحضر في تعامله مع من حوله رؤية الحالم أن ثمت شخصا يطلق عليه الرصاص ويصيبه في يده قد يعني أن الرأي يتعرض للمكر والخديعة وأن هناك ما من معارفه من يحاول الإضرار به وإيقاعه في المشاكل الحالم إذا رأى أن شخصا يطلق عليه النار ويصيبه في رأسه هذا يعني أن الرأي يسمع الكلام غير الحق عن سمعته وهو ما يسبب لها الكثير من الضيق والحزن الداخلي رؤية الحالم أنه أصيب بالرصاص في بطنه في المنام قد يشير إلى شعور الرأي ببعض الضغوط والتوتر وعدم شعور بالراحة في حياته الحالية رؤية الفتاة العزباء في المنام لشخص وهو يطلق عليها النار ولا يتمكن من أنصبتها قد يعني نجات الفتاة من شخص يحاول إيقاع الأذى والضرر بها في واقع حياتها نهاية حلقة اليوم إلا أعجباتكم لا تنسوا اشتركوا جيموت بارتاج والحلقة مع أصحابكم إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله